اجتماع استثنائي يعقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لكسنبورغ لمناقشة حزمة جديدة من العقوبات على روسيا حيث تتزاعم بولندا حملة حظر واردة الطاقة من روسيا كما تطالب بأن يشمل الحظر الفحم والنفط إلا أن هذه المطالب تلقى معارضة من بعض الدول معارضة لها ما يبررها إذا ارتفعت أسعار الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي مجددا بعد الحزمة الخامسة الجديدة من العقوبات الاقتصادية على موسكو والتي شاملت حظرا على واردات الفحم والخشب والكيمويات ومنتجات أخرى أسعار الفحم الحراري بأوروبا بلغت 230 دولارا للطن بعدما تجاوزت 300 دولار للطن حيث بدأ الحديث عن حظر واردات الفحم الروسي لأوروبا بينما كانت توقعة جلوبال بلاتس وهي وحدة دراسة الطاقة في مؤسسة ستاندرد أمبورز بأن ترتفع أسعار الفحم في أوروبا إلى 216 دولارا للطن وتعد ألمانيا الأكثر تضررا من قرار خفض واردة الفحم إذ أنها الأكثر اعتمادا على الوارد من روسيا وتبلغ تلك الواردات نصف ما تستهلكه أوروبا من الفحم سنويا والتي مثلت 47% من احتياجاتها العام الماضي بينما تشكل نسبة 22% من صادرة الفحم الحراري الروسي للخارج الأوروبيون قدروا أن حظر استيراد الفحم الروسي سيكلف موسكو خسائر تقدر بنحو 87 مليار و700 مليون دولار إلا أن تلك الخسائر لن تقتصر على موسكو وحدها فرغم أن الدول الأوروبية يمكنها استيراد الفحم من مصدرين آخرين فإن الأسعار ستكون أعلى بكثير كما أن كثيرا من محطات توليد الطاقة الأوروبية التي تعمل بالفحم ستحتاج إلى تعديلات كي تتمكن من العمل باستخدام أنواع أخرى من الفحم المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوفا علق على القرار الأوروبي بأن هناك طلبا عالميا كبيرا على الفحم وأن شحنة الفحم الروسي إلى أوروبا سيتم توجيهها إلى أسواق أخرى حول العالم إذا رفضت الدول الأوروبية تسلمها مضيفا أن الفحم يظل سلعة مطلوبة بشدة عالميا